ازايك? جبت الفوانيس صح? ويمكن كمان علاقة الزينة. طيب. من الان الشهر الكريم خلاص داخل علينا فانا النهاردة مش جاي اتكلمك عن تحليل فيلم من الافلام. اولا احنا جاينا نتكلم عن مخرج واسلوبه في الاخراج عامل ازاي او كتابته او اي فيلم من افلامه. انا جاي اتكلمك النهاردة عن اهم عشر حاجات بيعرفوني فعلا ان رمضان جاه. فكوباية الشاي الجميلة وارجع بيداه رجل وورا واصرح مع الزكريات. والبداية من عند رقم عشرة. الفوانيس والسواريخ والزينة والشوادر. ما من اشكة فيها عزيزي المشاهد ان صوت الصواريخ اللي بتفرع عندكم في الشارع والشوادر اللي مبنية في كل مكان وبيتبع فيها كنافة او اي منتج من منتجات رمضان والزينة اللي بيعلوها عندكم في المنطقة لو انت ساكن في منطقة شعبية هي واحدة من اهم المصادر اللي بيبين لك فعلا ان رمضان جاه. مين فينا مفرعش بام في اي رجل كبير كمعاد دي او ماشتلاش كنافة من اي شادر من الشوادر. ومين فينا برضو ما طالعش كل بيت من بيوت الشنة اللي هو ساكن فيه عشان يلمي فروس الزينة ويروح يشتريها. مين فينا ما تلمش هو اصحابه وقعدوا يعملوا الزينة طول النيل ولو ما خلصوهاش بيقعدوا صهرانين لغاية ما يخلصوها ويعلوها. طبعا انت دلوقتي بتقول فين الايام دية. عشان نطلع بعد كده رقم تسعة واول العمالة التلفزيونية معانا فالطوطة. بص عزيزي المشاهد سامير غانم يعني الكوميديا فعليا. والراجل دو لما صنع فوزير فالطوطة وتعليط على التلفزيون بقى عمل من علام رمضان ووجوده بيعرفك ان رمضان بقى موجود. اغنية التتل اللي انت اكيد هتكون فاكيرها لو انت من الجيل دو. وطبعا وجود سامير غانم في كل فزورة فيلم ابو بسل بيدفلها الكوميديا رهيبة جدا مجرد وجوده عشان انت بتتحك. رقم تمانية. الاعلانات. شيئنا ما بين عزيزي المشاهد الاعلانات بيتواخدها جزء كبير جدا من رمضان. وبقى الناس بتستنياها زي ما بتستنيا مسلسلات. وبقى بيعملوا مسابقة ايه هو افضل اعلانة عمل السنة دي زي وزي افضل مسلسل يتعامل. فبالتالي الشركات بقى يفهمها ده كويس. وبقى بتشتغل كويس جدا على الاعلانات. سوى بقى بان هم يجيبوا ان وجومه ده ما بيزهروا ويزهرون في الاعلانات دي. عن طريق مسلا للنستالجيا اللي شفناها في اعلان بيبسي. اوان طريق ان هم بيجيبوا انجوموا الكورة وينجوموا الفن ويخلوهم يغنوا. او انك ازاي تستغل الجائحة اللي حصلت بالنكامل اعلان عائلي يخلي الناس تنبسط وفي نفس الوقت الاعلان ينجح نجاح باهر. فبالتالي الاعلانات بقت لها جمهورها اللي بيستنوها من السنة للسنة. رقم سبعة. حديث الشعراوي قبل الفطار. الشيخ الشعراوي اللي ارحمه هو عالم من علام رمضان. وبالذات في الوقت اللي بتكون فيه قاعد قبل الفطار بنص ساعة او ساعة. وبمجرد ما بتجي الحلقة قبل الفطار قدامك بتكون عارف بان خلاص الفطار مفادلش عليه غير نص ساعة او اقل. بتقع تسمع تفصيل هايتين وبعد كده بيجي جزء القرآن وبتفتن على طول. حديث الشعراوي ايظن انهم لازمي الناس كتير جدا زي ما هم لازمني قبل الفطار. نطلع بعد جهة على رقم ستة بوجي وتمتم. وانا بتكلم عن بوجي وتمتم القديم. القديم ها? بوجي وتمتم بتعيوني الشلبي وانا فاخر. وانا مش من الجيل اللي طلع مع بوجي وتمتم وشافهم هم بيتعاملوا في اول سنين هم. ولكن تظل مغامراتهم وحكايتهم طلعت جيل لتنشأ عليهم وحبهم في كل فتراتهم. نطلع بعد كده على رقم خمسة فوزير نيلي وشاريهان. فوزير نيلي وشاريهان بالذات اتصنفت اكتر من تصنيف. يعني اتقسم الناس في اقراءهم حوالين الفوزير دية. بعضهم قال ان الفوزير دية ملاجه هاي تلاتين لازمة وكانت بالضع وقت الناس بس في رمضان والبعض التاني قال لأ كنا بنستمتع بيها وفعلا كبرنا عليها وحبناها طول طفولتنا. وانا بقى بين دول وبين دول بقول بان الفوزير او اي عمل بيتعمل مش شرط ان هو يكون ليه رسالة او مغزة. ممكن يكون عمل بيتعمل لمجرد ان هو يمتعك ويبستك لفترة من الزمن بس وبعد كده بتكمل يومك عادي جدا. وانا واحد من الناس اللي ما تنشقش برضو على فوزير نيلي وشاريهان لكن رغم كده بحب فوزير شاريهان بالزات الف نيلي وللا جدا وساعات كتير جدا بفتحها حتى مش في رمضان وبتفرج عليها. وكمل الاستعانات والافكار اللي كان بيتعمل فيها تخليني فعلا اقدر المجهود اللي كان بيتحط فيها. اطلع عناقم اربعة واول برنامج مقالب انسى الدنيا. ابراهيم ناصر والكاميرا خفية. ابراهيم ناصر يا جماعة هو رائد مدرسة المقلب اللي يدحكك المقلب البسيط جدا. الراجل ده فعليا كان بيعمل مقالب سهلة جدا ولزيزة وفي عامة الشعب مش في نجوم. وكان المقلب بيخرج بصورة كلها دحك وانبساط فعليا ما كانش فيها اي اللي تيما من الناس ولا تريع عليهم. كل اللي كان بيحصل ان هو موقف في دحكك وبعد كده بعتزر لهم وكل صاني طيبين وتنتهي الحكاة على كده. سابقة بشخصية السيت اللي كان بيعملها يا نجاتي ونفخ البلالين. او حتى بشخصية اللي بيقعد قدام الناس او اللي بنلمع الجزم او مسابقة اللي بتكسب فيها فيه اللي بتتربط فيه. كل المواقف دي فعليا بتدحكني حتى وانا مش من الجيل اللي سعد برضو مع المقالب دي. الا اني فعلا بتبسط جدا واتفرج عليها. وبحس بدفع في الناس اللي كانت طبيعية جدا. فانصحك انك تتفرج عليها في رمضان فعليا فايتك كتير لو ما شفتاش. لتلعبها على رقم تلاتة زازا وجرجير. زازا فزازا وجرجير زازا. مرد بيت حدو بر الفازة. عاملين زي كون السيمة احمد رمزي ورشد يا فازة. هتقول علي كنت طفل جدا لكن صراحة زازا وجرجير هو رفيق الطفولة بالنسبالي. والحاجة اللي كنت باستنعة من السنة للسنة عشان اتفرج عليها. واتفرجت كلها في رمضان كانت تفرج عليهم. مواقف حياتية في بيت عادي فيه والجد واتنين بيقوا في مشاكل بتدحكك. وكل حالة بتخرج منها بدرس تستفيد منه. وانا برضو هرجع اقول ان كل الحاجات متتكلم عنها دي هي الحاجات القديمة يا جماعة الحاجة الاصلية. نطلع بعد كده على رقم اتنين بكار. وعلى خطة زازا وجرجير بكار كان رفيق الطفولة برضو بالنسبالي. وطبعا من فاشل حين نجيب سيرة رمضان من غير ما نجيب سيرة ابو كف رئيب وصغير. واغنية مونير اكيد اكيد انت فاكرها. ومجراء نتسمعها ان تعرفت ان رمضان موجود خلاص. مغاملات رمضان كنت بحبها جدا. وبنزد ان انا بحب الجزء التاريخي فيها لما كان بعرفك على هامية النصار بتاعتنا وان احنا لازم ان نحافز عليها. وطبعا بقى مواخف حسونة هتموتك من الضحك. نطلع بقى على اخر حاجة ورقم واحد في قائمتنا وهي اغنية رمضان جانا للمغني محمد عبدالوهاب. اغنية رمضان جانا يا جماعة هي بالنسبالي. الحاجة اللي دايما بتفكرني رمضان وفي اي يوم من ايام السنة لما بسمعها بتخلي عندي حنين جدا للشهر دو. ورغم ان الاغنية دي مصنوعة من الاربعينات الا ان هي بتستمع لغاية النهاردة. واكيد في ناس زي بيسمعوها قبل رمضان دايما وبترجع لهم ذكريات جميلة جدا. المشاهد اللي قدامك اللي بتفرج عليها دي للناس الطبيعية وهي بتقضي رمضان الفوانيس وبينات الصغيرة. الاغنية دي فعليا بتتخلي فجوع رمضان وبتقول لي رمضان وصل. اغنية رمضان جانا للمغني محمد عبدالوهاب اللي خد عليها ستة جنيه بس اجر. اصبحت حاليا ايقونا من ايقونات رمضان. وبس كده هم دول اهم حاجات بتعرفني على ان رمضان جاه. واكتر حاجات بحبهم جدا في رمضان. سوف التفولة او دلوقتي. والاهم هو ورايك انت هل في حاجة من الحاجات دي بتفكرك برمضان? ولو في حاجة تانية قل لي تحت في الكومنت. وبس كده حلقة عجبتك اعمل لك عشان المحتوى دو ويوصل عاد كبير جدا من الناس. واشتراك تابعا في القناة عشان طريق الميت الف بيبدأ ب الف عزيز المشاهد. وكل سنوان طيبين وارب دائما تكونوا بخير. ورمضان كريم.